وعلى طريق الخلاص قلنا نخلي عنوان حلقة النهاردة هو خذوا حذركم خذوا حذركم أيها الفلسطينيون خذوا حذركم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال للمؤمنين يا الذين آمنوا خذوا ذيناتكم ولو خذوا ذيناتكم عند كل مسجد وقال للمؤمنين يا الذين آمنوا خذوا حذركم وأسلحتكم يبقى خذ الحذر الحذر وخذ الزينة الزينة في السلم وانت رايح الجامعة تبقى أحلى ما يمكن ويتشوف الناس تقابل الناس أحلى ما يمكن وانت بتفاوض وانت بتقاو وانت بواجه العدو خذ الحذر خذ الحذر لأنه العدو لا يؤمن إلا بالقوة هو لا يؤمن إلا بالقوة بيقول هنريكي سينجر في مذكراته أظن أنا اللوحة موجودة عند زملائي بعدتها لهم أنه القوة هي الشيء الفعال قربها هنا بعد إذن حلالك ساعة المخرج أعتقد أن القوة هي العنصر الفعال في التاريخ وأن مجرد الرغبة في السلام لا تعني القدرة على تحقيقه إلا أن السؤال الذي بات يتشكل أمام هنريكي سينجر هو كيف تستعمل هذه القوة لتحقيق السلام ده كلام هنريكي سينجر هذا الرجل ظل لسنوات طويلة يرفض انسعاب الكيان الصهيوني من فلسطين ومن مصر ومن الأردن ومن الجولان إلى حدود ما قبل يونيو خمسة سبعة وستين خمسة يونيو وجادل عن ذلك ونافح وقال قولته الشهيرة لماذا يتعين علينا أن نخضع لابتزازات وضغط عبد الناصر وهو لا يملك ما يهددنا به هذا الرجل نفسه قال إن عبد الناصر ليست لديه القدرة ولا القوة لكي يهددنا فلماذا نطالب إسرائيل بالانسحاب وقال إنه إحنا ليه نكافئ عبد الناصر ونطلب من إسرائيل تنسحب عشان عند الانتحاد السوفيتي لابد أن يدرك عبد الناصر أن وجود الانتحاد السوفيتي مش هيفيده وبالتالي هذا الرجل الكهل الصهيوني أدرك منذ زمن إنه لا داعي أبدا إنه نضغط على إسرائيل وإنه نعمل تعديلات في الحدود وكل ده وظل طويلا وفي كل مرة حسب ما قال هو بنفسه في كتابه بيقول إنه كل مرة كنا بنقدم مشاريعه ومنها مشروع روجرز اللي اعتبره عبد الناصر خيانة للقضية واعتبرته إسرائيل ضغط نصالح العرب روجرز اللي هو وليام روجرز اللي هو وزير خارجية أمريكا أنا زاك في سبعين تسعة وستين سبعين أو هو هو وصل لحت تسعة وستين بيقول إنه كل مرة كل مرة كانت بيزعلوا مننا الإسرائيليين كنا بنرضيهم بسفقات وبيطلبهم مننا سفقات للسلح دي حاجة مهمة لا يوجد النهاردة قض تاني يستند إليه العرب فهم بلا ظهير وبالتالي أصبح الجديد في المنطقة هو الانبطاح نحو ما يسمى بالتطبيع لا بالسلام يعني كان زمان ممكن تتكلم عن السلام بين الدولة الآن أصبح هناك ما يعرف بالتطبيع يعني انطبع العلاقات مع إسرائيل ومسألة الانسحاب والأرض وبعد خمسة وستين ولا قبل خمسة وستين دي انتهت لإنه الإمارات ومن حولها وصل لحزيزها عاوز أقول لك إيبا يا عزيز الفلسطيني إن القوة زي ما قال الراجل ده هي العنصر الفعال في التاريخ إذا لم تكن لديك القوة فهو بيقول ارغب في السلام زي ما انت عاوز لكن لم تستطيع فرض السلام على أي دولة في دول الجوار ما لم تكن لديك القوة جرب كده في موضوع ليبيا جرب في موضوع الصمال جرب في أي موضوع في اليمن اللي معندوش قوة لا يستطيع أن يجبر الطرف الآخر على أنه يجلس إذن القوة ثم القوة ثم القوة القوة دي حط لها تحت عنوين عاوز أم يقول دبلوماسية قوة السلاح قوة الساعد أي قوة قوة إيمانية زي ما انت عاوز يبقى نعمر واحد ناخد حذرانا إنه فكرة إنه في سلام نعنى وفكرة التطبيق ده معنى تاني وفكرة إنه يكون فيه تسوية ده معنى رابع وفكرة إنه فيه حل لا يقوم على الاعتراف وإقامة دولتين وقال آخر برضو فكرة أخرى لكن ساعدنا مش هيستجيبوا لأي نداء للسلام